السلام عليكم وصلنا للفصل الثالث من منهج النظم التشغيل الأكاديمي واليوم إن شاء الله راح نبدأ بشرح الـ processes اللي هي العمليات ومثل ما ذكرنا سابقاً العملية طبعاً بالبداية راح نشرح المفهوم العمليات جدولة العمليات العمليات الإجراءات التي نقوم بتنفيذها على العمليات الاتصالات بين العمليات أمثل على نظم الاتصالات بين العمليات واللي هي مثل ما ذكرنا shared memory والmessage passing وأخيراً راح نتحدث عن الاتصالات في أنظمة client server systems لأنه مثل ما ذكرنا الاتصالات هي تشمل الاتصالات بين العمليات في داخل الحاسوب الواحد وكذلك ما بين العمليات في الحواسيب المختلفة واللي هي يعني أبرز مثال إلها اللي هو client server systems الهدف من هذا الفصل هو راح يكون هو تقديم أو شرح مفهوم الـ process العملية واللي هي مثل ما ذكرنا هي برنامج قيد التنفيذ وكذلك طبعاً which forms all the bases for the computation يعني هي تعتبر هي الـ basic building block هي وحدة البناء الأساسية لكل الحسابات التي تتجري في داخل الحاسوب طبعاً راح نشرح أيضاً مختلف الخصائص للعمليات والتي تتضمن جدولة العمليات خلق العمليات وإنهاء العمليات والاتصالات بين العمليات راح نشرح أيضاً الـ inter-process communication اللي هو مثل ما ذكرنا الاتصالات فيما بين العمليات باستخدام shared memory والمسج باسنك يعني ذاكرة المشتركة وتمرير الرسائل وأخيراً راح نشرح الاتصالات في أنظمة client server systems طيب الـ process concept مفهوم العمليات ما هي العمليات؟ في نظم تشغيل يتم تنفيذ الكثير من البرامج طبعاً بعض النظم التشغيل اللي هي تسمى patch systems اللي هي نظم تشغيل الحزمية تقوم بجمع مجموعة من الوظائف في حزمة واحدة ثم تقوم بترفيذها سوية هذه نسميها jobs اللي هي الوظائف في أنظمة time shared systems اللي هي أنظمة المشاركة الزمنية يتم تنفيذ عدة عمليات في الوقت الواحد ولذلك يسميها time sharing أو time shared systems يتم تنفيذ ثم يسمى user programs أو tasks في هذا الكتاب طبعاً الكتاب المصدري أو المنهج اللي احنا معتمدين عليه اللي هو operating system concepts الاصدار التاسع اللي سيلبرس كاتس غالوين كيجين طبعاً هذا سنة 2013 يتم استخدام مصطلح الجوب والبروسس بشكل متبادل interchangeably يعني إذا قلنا بروسس فحنا نقصد بيها جوب وإذا قلنا جوب هي نقصد بيها بروسس يعني إذنين أعطى نفس المعنى البروسس مثل ما ذكرنا هي برنامج قيد التنفيذ والتنفيذ العملية طبعاً يجب أن يتم بsequential fashion بطريقة متسلسلة مثل ما ذكرنا قبل عدة أيام يعني نشرنا في منشور على الفيسبوك بأنه كل الخوارزمية يجب أن تتكون من مجموعة من الخطوات لست يعني فترضى بعض الأخوة قالوا بأنه قد يكون تنفيذ الخوارزمية بشكل غير متسلسل إلا أنه بالحقيقة يعني مهما كانت تعقيد البرنامج مهما كانت تعقيد العملية فإنها يجب أن تنفذ بخطوات متسلسلة مثل ما هو واضح هنا بالتعريف طبعاً هناك multiple parts يعني لكل عملية هناك مأجزاء متعددة الكود الأصلي للعملية يعني السوفتور أو البرنامج أو الكود اللي احنا نكتبه رح يمثل التكست سكشن اللي هو المقطع النصي من البرنامج أو من العملية الفعاليات الحالية للعملية تتضمن البروغرام كونتر اللي هو عداد البرنامج المسجلات النظام وغيرها من المعلومات الأخرى اللي رح نتعرف عليها إن شاء الله الستاك اللي هو المكدس اللي يحتوي على البيانات المؤقتة واللي هي المتغيرات الخاصة بالدالة اللي هي العناوين local variables متغيرات المحلية وغيرها ال data section هي البيانات التي تعمل عليها الكود الخاص به يعني نحن نعرف إنه كلما نقوم بكتابة فتكود معين فهو يحتاج إلى بيانات معينة يقوم بتنفيذها يعني تكون هذه البيانات هي ال input data بعدين تتصر عدنا عملية البروستسنج بناء على الكود اللي احنا نكتبه وبذلك تكون عدنا ال output data اللي هي يتم خزنها في الستاك بشكل مؤقت إلى أن يتم بعد ذلك نقلها إلى الذاكرة الثانوية اللي هي في الهارت الهيب اللي هو أيضا نوع آخر باللوع الستاك اللي هو أيضا مكتس يحتوي على البيانات أو الديناميك ميموري الذاكرة الديناميكية التي يتم تخصيصها للمعملية أثناء التنفيذ كذلك مثل ما ذكرنا البروغرام هو passive entity البروغرام هو عبارة عن الكود الموجود في داخل الذاكرة الثانوية في الهارت عندما يتم نقله إلى الذاكرة الرئيسية في الهارت ويكون مستعد للتنفيذ رح يتحول من وحدة خاملة اللي هي passive entity إلى وحدة فعالة اللي هي active entity اللي رح تكون البروغرام اللي هي الexecutable file الملف القابل للتنفيذ البروغرام أيضا يصبح البروغرام عندما يتم تحميل هذا الexecutable file إلى الذاكرة يقصد بها الذاكرة الرئيسية يعني الrandom access memory execution of program starts with GUI يعني تنفيذ البرنامج عادة يبدأ بنقرة ماوس في واجهة المستخدم الرسومية أو من خلال كتابة إعاز معين مثل ما ذكرنا يعني في اللينكس مثلا عندما تدخل إلى terminal وتكتب إعاز MATLAB رح يستدعي برنامج الماتلاب والذي يتم نقله أو نقل أجزاء من عنده من الهارت إلى الرام ثم يبدأ المعارج بتنفيذها يعني sequentialي بشكل متسلسل one program can be several processes يعني البرنامج الواحد قد يحتوي على عدة عمليات مثل ما أنه إذا كان لدينا عدة مستخدمين يقومون باستخدام نفس البرنامج يعني تصور أنه عندك server يحتوي على mail server يعني وهناك عدة مستخدمين يستخدمون هذا mail server في نفس الوقت فرح يكون البرنامج هو عبارة عن mail اللي مخزون في داخل server وأما الprocesses فرح تكون متعددة على عدد المستخدمين وكذلك نفس الحال إذا كان لدينا يعني mainframe يحتوي على برنامج مثلا الword processor وكان هناك عدة مستخدمين يستخدمون الword الword كبرنامج مخزون في داخل الذاكرة هو program ولكن فتح المنفات الورد المفتوحة لكل مستخدم راح تكون هي بروسسز عمليات هذه هي طبعا البروسس في الذاكرة عادة الكل عملية في الذاكرة يتم تخصيص فتحيز ذاكرة خاص لها من البداية يعني عندما يتم نقلها من الهارد الى الرام تخصص لها ذاكرة من صفر الى ماكزمام ماكزمام طبعا هذا يعني يعتبر اقصى مقدار من الذاكرة يستطيع هذه العملية استخدامه بحيث انه لو ارادت مقدار اكبر من الذاكرة راح يحصل عدنا خطأ وربما يعني يتسبب في ايقاف العملية ويعني ارجعها خارج الرام مثل ما ذكرنا الكود اللي نكتبه هو راح يكون التكست بعد ذلك البيانات اللي نعمل عليها والهيب اللي هو الداكرة الديناميكية التي يتم تخصيصها للعملية اثناء التنفيذ والاستاكل اللي هو يحتوي على البرامتر ستمبراري داتا العمليات التي تجري على الحالة العملية العملية تمر بعدة حالات بالبداية يعني طبعا هي تغير حالتها في كل فترة العملية عندما تكون نيو اذا تم انشاءها يعني اذا كان لدينا كود نقومنا بكتابته في البداية يعني ما زال في طولة كتابة وانتهينا من كتابته ورح تكون العملية نيو بعد ذلك تكون العملية رانينج اذا بدأت الاعزاء بالتنفيذ من قبل المعالج تكون العملية في حالة ويتنج اذا كانت هي تنتظر حصول في ايبنت معين يعني بعض الاحيان احنا مثلا العملية تحتاج انه يأتينا ادخال من جهاز ادخال واخراج يعني مثلا العملية تنتظر نقرة ماوس او زر كيبورد او وصول بلف معين ابر الشبكة يلا تشتغل فتكون في حالة ويتنك لانها تنتظر حصول حدث معين بعض الاحيان العملية تكون في حالة ردي اللي هي عندما تكون جاهزة وكل البيانات التي تحتاجها موجودة هي فقط تنتظر انه يتم تخصيصها الى المعالج اي انها تنتظر في طابور الانتظار تنتهي العملية عندما تنهي تنفيذها طبعا بعضها تنتهي يعني terminated correctly اذا انتهت العملية بشكل صحيح ونفذت المطلوب منها بعضها تنتهي terminated incorrectly او incorrectly اذا حصل افت خطأ معين اثناء التنفيذ هذا المخطط الديغرام يبين انه حالة العمليات بالبداية تكون new بعد ذلك يعني اذا كانت في الهارت عندما يتم نقلها الى الذاكر الرئيسي الرام اه admited يعني يتم قبولها اه تكون في حالة ردي بعد ذلك عندما يأتي مجدول المعالج يأخذها اللي هو scheduler dispatch يجلبها الى المعالج تدخل في عملية running بحيث انه المعالج يقوم بتنفيذي عازاتها واحدة بعد الاخرى بعض الاحيان تكون يعني تنتهي بشكل طبيعي وتذهب الى terminated مباشرة بعض الاحيان تتم عملية interrupt يتم مقاطعة هذه العملية من قبل عملية اخرى اكثر اهمية او اكثر ارجنت يعني فترجع اذا تم مقاطعة ترجع الى حالة الردي وتنتظر انه يتم تخصيصها الى المعالج مرة اخرى او بعض الاحيان تكون في انتظار حدث معين او جهاز ادخال واخراج تنتظر مثل ما ذكرنا يعني نقرة mouse او نقرة keyboard او وصول ملف من الشبكة او غير من الامور اخرى فهي تكون في حالة waiting بعد ما يصل الملف المطلوب من ال input output او تحصل ال event completion يعني الحدث الذي كانت في انتظاره يحصل ترجع مباشرة الى حالة الردي وايضا تنتظر ان يتم تخصيصها مرة اخرى الى المعالج هذه كل الحالات اللي يتمون بها العملية اثناء التنفيذ كل عملية اثناء تنفيذها يكون مخصص لها ما يسمى بالprocess control block او ال task control block اللي هو ال pcb او ال tcb اللي هو block التحكم بالعملية هذا يحتوي على البيانات المخصصة لكل عملية اثناء التنفيذ واللي هي تحتوي على هذه البيانات الامور كلها اللي مذكورة هنا واللي هي ال process state حالة العملية هل هي في حالة running هل هي waiting terminated وغيرها من الحالات الاخرى اللي ذكرناها قبل قليل يعني يقصد به هذه الحالات اي واحدة من اتهن هي ال process state ال program counter اللي هو عداد البرنامج يحتوي على موقع الاعاز الذي سيتم تنفيذه مستقبلا يعني الاعاز القادم يعني عندما يتم تنفيذ اي اعاز يكون لدينا فدرجستر يحتوي على ال program counter واللي هو يحتوي على عنوان الاعاز الذي سيتم تنفيذه بعد الاعاز الحالي cpu register اللي هي مسجلات المعالج التي تحتوي على كل المسجلات التي تحتوي على البيانات الخاصة بهذه العملية cpu scheduling information اللي هي معلومات جدولة المعالج اللي برايوريتيز الاولويات للعمليات ما هي العملية التي سيتم تنفيذه بعد ذلك اللي هي يعني مؤشرات الطوابير الجدولة اللي ايضا نحتحدث عنها ان شاء الله في فصل مستقل اللي هي cpu scheduling memory management information ادارة الذاكرة اللي هي تحتوي على كل الامور الخاصة بالذاكرة الخاصة بهذه العملية يعني مثل ما ذكرنا اه من اين يعني يبدأ عنوان بداية هذه الخزن هذه البيانات في الذاكرة يعني المنمم والمكزمم الخاصة بهذه البروستس وغيرها accounting information اللي هي مثل ما ذكرنا ال cpu المستخدم clock time elapsed since the start time limits هذه كل يعني الحسابات الخاصة بهذه العملية اثناء التنفيذ ومبدأ output status information معلومات حالة الادخال والاخراج اذا كانت العملية تحتاج اجهزة تدخال والاخراج مخصصة لهذه العملية فهي استعمل وضعها كلها في داخل هذا السكشن او المقطع من الذاكرة الذي يحتوي على معلومات التحكم بهذه العملية وكذلك list of open files يعني قائمة الملفات المفتوحة الخاصة بهذه العملية هنا عندنا ما يسمى بالcontext switch اللي هو يعني تغيير السياقة بعض الاحيان عندما تكون عملية process P0 أو PNOT هذه العملية عندما تكون قيد التنفيذ من قبل المعارض تتعرض الى المقاطعة من قبل عملية اخرى او من خلال system code يعني نداء نظام قبل ان يتم اخراجها من المعالج يتم حفظ حالتها في PCP الخاص بها PCP0 الخاص بهذه العملية اللي هو process control block اللي هو block تحكم بالعملية رقم صفر يتم حفظ حالتها الحالية ثم بعد ذلك يتم تحميل الحالة السابقة للعملية التي نريد ادخالها للمعالج بهذه الحالة طبعا تكون process 1 تكون في حالة idle يعني عاطلة عن العمل تنتظر بعد ان يتم تحميل حالتها الى المعالج تبدأ في عملية تنفذ بهذه الأثناء طبعا العملية 0 طبعا راح تدخل في حالة idle بعد ذلك ايضا اذا العملية 1 جاءها interrupt or system call يعني تمت مقاطعتها من قبل عملية اخرى او جاءنا مثلا نداء نظام يقول لنا بانه يجب انه تدخل العملية 0 مرة اخرى ايضا نقوم بحفظ حالة العملية الحالية ثم تحميل حالة العملية السابقة الى المعالج ثم تبدأ العملية هذه بالتنفيذ من جديد وتدخل العملية اخرى في حالة idle اللي هي تكون معطلة او في حالة يعني ready او waiting هذه هي طبعا كل ما يحصل في المعالج عندما ينتقل المعالج بالتنفيذ من عملية الى عملية اخرى اللي هي الخيوط او اسنان المشط هي عادة يعني كل عملية مبدئيا عندما نتحدث عن عملية معينة نقصد بها انه هناك برنامج واحد يتم تنفيذه من قبل المعالج بشكل متسلسل اللي هيسموه single thread of execution اللي هو خيط واحد او سن واحد من التنفيذ بعض البرامج او اغلب البرامج في الحقيقة يعني في نظم التشغيل الحديثة تحتوى على multiple program counters يعني عدت عدادات البرنامج بحيث انه هناك في العملية الواحدة عدت برامج فرعية في داخل العملية الرئيسية يعني تبرها انه عدك برنامج رئيسي وكو functions او classes خاصة بهذه البرنامج تابع له تعمل كلها سوية بحيث انه يكون لكل واحد من اتنى program counter وراح يسأل عندنا multiple locations can execute at once يعني عدت مواقع فيها الذاكرة يتم تنفيذها في نفس الوقت بالضبط مثل اللي موجود مثلا في برنامج الورد يعني احنا نعرف انه البروست اللي هي مثلا Microsoft Word هي عبارة عن بروسس واحدة ولكن افتحته على multiple threads اكو عدنا thread يعني مسؤول عن تتبع حركة الماوس على سطح المكتب thread مسؤول عن تتبع نقرة الكيبورد thread مسؤول عن تحويل الامور الموجودة في الذاكرة الى واجه رسومية للمستخدم thread مثلا مسؤول عن ربط الورد بالانترنت اذا كنا نريد استيرات في امور معينة من الانترنت او من المتصفح او من السيرفر فهذه رح تكون لدينا multiple threads يعني عدة خيوط او عدة اثنان للمشط او عدة اجزاء للعملية تعمل سوية فال multiple threads of contracts control هاي رح نسميها threads يعني اللي هي واللي رح يكون لها فصل المتخصص يعني كامل ان شاء الله see the next chapter كل رح يكون مخصص للحديث عن ال threads شون فرقها عن ال processes وشون رح يكون ادارتها من قبل المعارج طبعا هنا رح يصير ادنى storage for thread details multiple program counters in the PCB هي رح يصير ادنى multiple يعني في داخل ال process control block رح يصير ادنى مجموعة يعني program counters متعددة اللي كل واحدة مئتين رح يكون مسؤولة عن thread خاص هنا هنا اكو ادنى فد مثال معين اللي هو process representation in linux يعني في نظام تشغيل linux عندما نريد تمثيل فد عملية معينة مثل ما ذكرنا قبل قليل يتم تعريف ال process control block الخاص بها مثلا بلغة C task structure اللي هو هذا هيكل المهمة هذا فد يعني عملية معينة عندما يتم انشاء اي عملية في داخل المعالج يتم يعطاها المتغيرات التالية PID process ID اللي هو process identification يعني اسم العملية يعطى لها فد اسم او رقم معين state of the process لحالة العملية مثل ما ذكرنا هاله running waiting new terminated وغيرها time slice اللي هو scheduling information معلومات الجدولة the struct task struct parent اللي هو parent process لهذه العملية اللي هو العملية الاب اللي هي مثلا اذا كنا في هذه العملية الحالية العملية اللي قبلها رح تكون هي العملية التي قادت اليها تسمى parent process اللي هي العملية الاب العملية التي تأتي بعدها مباشرة رح تكون هي child process او children مثل ما هو هنا مذكور يعني عندك co-children أيضا هي العمليات الابناء لهذه العملية الحالية لانه يعني اثناء تنفيذ اي عملية فيها دخل المعالج فانها تحتاج جفت بيانات معينة من العمليات اللي قبلها وهي رح تعطي بيانات معينة للبيانات اللي بعتها للعمليات اللي بعتها لكي تبدأ تنفيذه فالعملية اللي قبلها تسمى parent والعملية اللي بعتها تسمى children يعني كأنه اكو علاقة يعني عاباء وابناء واحفاد الاخره كذلك اكو عدنا الفايلز اللي هي list of open files مجموع يعني قائمة الملفات المفتوحة واخيرا عدنا المين ميموري اللي هو address space for this process اللي هو الحيز العنوان الخاص بهذه ذاكرة يعني من اين يبدأ عنوانها في الرام يعني ال beginning وال end الخاص بهذه العملية في داخل المعالج ومثل ما تلاحظ انه يعني المعالج رح يبدأ بالعملية الاولى ثم بعد ذلك ينتقل الى العملية الثانية الثالثة الرابعة وهكذا وطبعا ممكن انه يرجع يعني تلاحظ انه ممكن انه ينتقل من العملية الى اللي بعدها ممكن انه يكون هناك رجوع يعني feedback للعمليات السابقة هذا هو جزء الاول من هذا الفصل ان شاء الله وفي الاجزاء القادمة رح نكمل الحديث عن process scheduling وال inter process communications والتفاصيل الاخرى اللي ذكرناها فخليكم يعني شكرا جزيلا ومع السلامة